الاندية خلاص بتفنش الصفقات وكل نادي عمل صفقاته نشوف كده مع بعض على الشاشة ونبتدي نادي نادي كده عشان اقولكم كل نادي انهى صفقاته بايه ولكن اكيد اخر 48 ساعة هنشوف هناك هيكون في مفاجآت نبتدي كده هنسوي مع بعض ونشوف صفقات الاندية دي صفقات الاندية اسوان 19 صفقة الدخلية 16 طلاعي الجيش 15 حرس الحدود 14 سموح 14 سيراميكا 13 انبي 13 لاسماعيل 12 للتحاد السكندر 11 المصري 10 والمقولين العرب 10 وفيوتشر 8 البنك الاهلي 7 الزمالك 6 غزل المحلة 5 بيراميز 4 والاهلي 3 هي مترتبة بقى بالعكس يعني الاهلي بيراميز الزمالك في الاخر وهما الاقوى وهما الاقل في عدد الصفقات طبعا يعني كل نادي جاب احتياجاته ما نبصش اوي للعدد لان العدد في اللحظات دي ما بيبقاش مهم له المهم الصفقة نفسها مش مهم عدد الصفقة وهو ده دايما اللي احنا بنتكلم عليه النادي الاهلي اقل صفقات حتى الان ولكن ممكن ان هو يعني فيه اللحظات الاخيرة تختلف الامور ولكن النادي الاهلي زي ما قلت لكم راهن على فترة الراحة وراهن على تاريح لعبته وراهن على ان لعبته هما الافضل وهو ده كان القرار يعني المزبوط ولكن على اللعيبة دي ان هي تقبل التحدي وعلى اللعيبة دي ان هي تخش الجيم وتثبت فعلا ان هما حاضرين بقوة شهر عشرة هو شهر مهم جدا للنادي الاهلي اللي عنده فيه مباراتين في افريقيا عنده مبارات السوبر امام الزمالك واعتقد ان دي هتكون مباراة غاية في الاهمية هتكون مباراة غاية في الاهمية واعتقد ان هي اهميتها بشكل كبير جدا والضغط بشكل كبير جدا اكتر في هذه المباراة على الاهلي من الزمالك الزمالك بطل الدوري بطل الكاس لو أخذ البطولة هتبقى بطل أيضا السوبر التالتة وحيستنى بطولة الكاس ولكن في حالة الهزيمة الزمالك يعني مش هيتأثر كثيرا نعمل موسم رائع جدا الأهلي هو الموسم الأصعب لي بلا بطولات البطول الأفريقية دوري كاس أعتقد أن النادي الأهلي في أمس الحاجة لهذه البطولة علشان يبني عليها وإن شاء الله بإذن الله نتفرج على مباراة كبيرة بين الطرفين مباراة تعبر عن الكرة المصرية جمهور الأهلي ابتدأ يبقى عنده حالة تفاول كبيرة جدا وابتدأ يبقى متفائل بشكل كبير وعنده دافع كبير وأعتقد أن الكلام يبتدأ بشكل كويس على كولر ولكن نستنى ضربة البداية قلت لكم فوقات كثيرة جدا والأهلي بيعد بظروف صعبة أن الأهلي قادر أن يعود للمنافسة بقوة من جديد الأهلي تاريخ كبير جدا جدا مهما بيعد قادر أنهما يعود وإدارة الأهلي دائما تتمتع بالهدوء فالأمور إن شاء الله بإذن الله تمشي في أفضل حال شكرا